مساء الخير حبيباتي كراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالصحة جيدة صحة عيدكم ان شاء الله تعيدوا بالصحة ولهنى وينعاد علينا وعليكم بالصحة والبركات والفرح والسرور دائما نبدأوا بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صلوا عليه وكما تعرفوا بل العيد جبت لكم اليوم واحد الوصفة تاع العيد جد جد رائعا نصحكم متجربوها وعينيكم محمدا يعني هاد الوصفة جد بنينة ووصفة تاع اليوم اللي هي بوزلوف ام حمر طايب ما كلا هنقولكم طايب زبدة على طريقة المردومة ايجي بنين بنين بالبزاف واحد الطراوة ما كلا هنقولكم نروح نشوفوا طريقة التحضير على بركة الله نبدأوا بالمقادير على بركة الله الحاجة الليولا نحن نحضروا لما غيناد التعناه نجيبوا هنا كمية تعزيت مع مغرف تعليم مغرف تعاليم مغرف تعالمرقارين مغرف تعالموطار ونجيبوا التوابل بالنسبة للتوابل اللي استخدمتهم درتفل اسود سكين جبير راس الحانوت قصبر بودرة شوية زعفران شوية ففل احمر شوية زعسر وشوية كمون شوية توابل خاصة باللحم مع زوج فصوص كبار تعالتم مع شوية تعالملح وبعدها انضيف كمية تعالمعدنوس ما حبة بصل تكون متوسطة الحجم تكون مرحية نضيفوها كذلك لما غيناد وبعدها نزيدو كاس تعالما يكون دافي ونخلط ديكا مغيناد مليح يعني باش تطلقنا ديك التوابل وتجي رائعة جدا وهنا جبت لكم كيفاش تديرو يعني الكرعين تعالبوزلوف هاد الطريقة دائما نستخدمها ودائما نديرها شوفو يعني كد طيبوهم يجو بنان بنان بل بزاف الحاجة اللولى هنا نحتاجو كرعين تعالبوزلوف مام كذلك ونحتاجو للمسرانة هنا نكونوا نقيناها مليح من قبل ونديروها في الماء يكون دافي نزيدو لها كذلك الخل ونخلوها حوالي خمس دقايق هاكا وبعدها نشلوها مليح ونديروها يعني ندوروها مليح في الكرعين ديع البوزلوف ونعقدوها ونخلوهم علاجها وبعدها نروحو نجيبو البوزلوف التاعناه نبوزلوف ونكونوا ديجا منقيناها من قبل ونقطعينها ندايما نقطعها الى قطعة صغيرة يعني ما نخليش كيمارا كيمارا كيماراكم شوفو قطعتها الى قطعة صغيرة وبعدها نروحو نتبلوهم ليح في ذيك المغينات اللي حضرناها نخلطوهم ليح يعني منقاع الجوانب باش يتبلكم غاية وبعدها ندروه في الورقة الطهي يكون كبير يعني من احسن ديروزوش ع ورقة الطهي ونديرو يعني الكمية اللي بغيتوها وبعدها نجيبو الكمية تع المغينات وندفوها يعني البوزلو بتاعنا ونغطوه الورقة يعني بورقة الطهي ونزلو كذلك بالأليمنيوم نغطوها مليح بهذا الشكل وهنا عودتكم الطريقة باش تفهموا كتر كيما قلتلكم نتبلو مليح يعني ديك البوزلو بتاعنا ونديروه يعني في الورقة الطهي يكون كبير شوية وندفوها كذلك ديك المغينات اللي بقتلنا كيما قلتلكم تكون يعني الورقة الطهي يكون من تحتها وتحطو البوزلو بتاعكم وزيدو لتانيك المغينات وتغطوه مليح بالورقة الطهي أولا وبعدها اتغطوه بالبابي أليمنيوم يعني من احسن انكم تكترو باش يطيب لكم بالخوف ويجيكم الطريق يعني يجي رائع جدا وبعدها نروحوا نجيبوا البلاد تاعنا نديرو فيه الماء يعني نخوو فيه كمية تاع الماء ونجيبوا ديك البوزلو بتاعنا بعد ما يعني تبناها مليح ودلنا في الورقة الطهي وزيدنا لتانيك ورق الاليمنيوم ونحطوه في ديك البلاد وبالنسبة للماء يعني هنا يرغي كديرو هاي الطيب كتشوفوه يعني بدين شفلكم الماء زيدو له الماء وبالنسبة لطيب بتاع خلوه هاي طيب في غرده ما تقلقوش عليه باش يطيب لكم يعني يطيب لكم غاية يعني اذا كنتوا راح ينتعشوا بكري من احسن انكم تطيبوه بكري كيما قدتكم خلوه هاي طيب في غرده وغير تشوفوه نشفلكم الماء ضيفو له الماء يعني هاي الطريقة تجي رائعة جدا وبالنسبة لطريقة تعطيه تاع كيما قدتكم تطيبوه في الفرن يكون على اعلى دراجة كيما قدتكم ما تقلقوش عليه خلوه يطيب في غرده وهنا بعد ما طيب تاع كيما راكم تشوفوه هنا غير تفتحوه رايت لقلكم واحدة الليحة جدا رائعة وهنا راح نوجدو ديك التحميره هنا نجيبو ديك المرقة يعني اللي طابلنا فيها البوز اللوف نقلعو منها شوية ونزيدو كذلك مغرفة العسل ونخلطوها يعني جيدا ونخلوها على جيه وهنا راح نفتح لكم يعني البوز اللوف اللي فتعنا يعني الكميات تانية اللي حضرتها يعني كيما قدتلكم هات الطريقة جد رائعة وراح يطيب لكم وهي أعطيكم واحدة الطروة مكان لها نقلكم يعني فوالا كيما راكم تشوفوه يجي الطري يجي رائع جدا يعني الصورة تتحدث وبعدها ندهنه بديك التحميره يعني كيما قدتلكم بتقلعو شوية منها صوص يزيدو لها مغرفة تاع العسل وندهنو بيها ملاح البوز اللوف بتاعنا من كامل الأطراف وهنا زيتلكم طريقة واحدة أخرى هنا شا راح ندير راح نقلع يعني شوية من ديك لها صوص تاع البوز اللوف يعني نيطع فيها البوز اللوف راح نقلحها يعني نقلحها في إينا راح نقلع صغير كمية قليلة وراح نطيب فيها الحمص هنا يعني إذا بغيتوا تديروا هاد الخطوة يعني راح تجيكم تانيك تجي رائعة يعني إذا بغيتوا تزيدوا تانيك الحمص راح يجي بنين جدا ولا بغيتوا تتخلوا عن هاد الخطوة يعني الإختيار يبقى ليكم هنا كما قلت لكم قلعت شوية على صوص دفت لها الحمص وخليته يعني يطاب في ديك لصوص وبعدها يعني زيته فوق البوز اللوف يعني إيجي ابنين بالبزف وأنتم إذا بغيتوا تخلوا البوز اللوف غير هاكا يعني تخلوه طيب لما زدوله لا حمص لا والو يعني الإختيار يبقى ليكم كما قلت لكم وبعدها شنو رحو نديرو كيما نقلت لكم بعدما يعني ندهنو البوزولو فتاعةنا يعني يبديك التحميرا شنروحو نديرو نحو نقلعوا داك الأليمنيوم ونقلوا تانيك الورقة نخليه غير واحد وندهنوهم ليه يحب ديك يعني التحميرا مع العسل كيما قلت لكم ندهنوهم الفوقة وندهنو يعني يقاع الأطراف ونعاودوا ندخلوه فالفرن يعاود يتحمل يعني يتحملكم غير شوية يعني نخليه خمس قايق ولا عشد قايق وعودوا تقلعوه وبنسبة لتقديم التاع يعني كل وحده كيفاش تبغي اتقدمه كما راكم تشوفوه يعني يجي رائع ويجي ايدوب فلثوم يعني هاد الوصفة تستحق التجربة اذا عجبتكم ما تنسوش تبارتاجوها محبباتكم وتجمجمولي عليها وتخلوني رأيكم عليها في التعليقات اذا جربتوه ولا اذا عجبتكم مشاهية طيبة